موسيقى أسعد الأوقاتكم أعزاء المشاهدين لجواء الحالية معتد لا تميل إلى الحرارة وتصل درجات الحرارة حاليا على معظم المناطق ما بين 32 إلى 38 درجة مئوية رياح جنوبية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 8 إلى 30 كم في الساعة متوقع رح تستمر معنا حتى نهاية صباح يوم الغد لكن من بعدها رح يرجع معنا الهوى شمالي غربي ورح يستمر خفيف إلى معتدل السرعة بشكل عام لكن قد ينشط من حين إلى آخر خاصة على المناطق الشمالية وشمالية الغربية من البلاد لكن بشكل عام رح يكون خفيف إلى معتدل السرعة على المناطق الساحلية وداخل البحر لكن نشاط الرياح رح يرجع على هذه المناطق في مساء يوم الغد رح نوافقكم في تفاصيل أكثر عنها خلال النشرة الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء تميل إلى الحرارة وتصل درجة الحرارة حاليا إلى 38 درجة مئوية رطوبة نسبية حاليا 16% الرؤية الأفقية ممتازة تجاوز 10 كم رياح حاليا جنوبية تصل سرعتها إلى 6 كم في الساعة صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين أجواء كانت صافية بشكل عام وخالية من استحب على معظم المناطق في شبه الجزيرة العربية حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير بعض الأنظمة الجوية لضعيفة المؤثر علينا بتقلب في اتجاه الرياح ما بين جنوبية شرقية أحيانا إلى شمالية غربية في بعض الأحيان باشر وعقباشر أجواء مثل ما لاحظ صافية وخالية من السحب لكن متوقع في منتصف هذا الأسبوع رح يكون هناك عبور لبعض السحب بفعل عودة الرياح الجنوبية الشرقية الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء تميل إلى الحرارة ومتوقع تصل درجات الحرارة بشكل عام ما بين 28 إلى 33 درجة مئوية رياح جنوبية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى ما تدلت سرعة 8 إلى 30 كم في الساعة أجواء مثل ما لاحظ صافية وخالية من السحب ومتوقع هذه الأجواء رح تستمر معنا حتى ساعة صباح الأولى من يوم الغد السمرار في الرياح الجنوبية الغربية مع أجواء صافية وخالية من السحب وأيضا درجات الحرارة المتوقعة في صباح يوم الغد معتدلة تميل إلى الحرارة نوعا ما ومتوقع تصل ما بين 26 إلى 30 درجة مئوية على معظم المناطق البرية منتصف يوم الغد رح يرجع معنا الهوى شمالي غربي رح يكون خفيف إلى معتدل السرعة لكن قد ينشط من حين إلى آخر خاصة على المناطق الشمالية وشمالية الغربية من البلاد لكن بشكل عام رح يكون خفيف إلى معتدل السرعة على المناطق الساحلية وداخل البحر وأجواء أيضا رح تستمر حارة ومتوقع تصل درجات الحرارة ما بين 41 إلى 45 درجة مئوية البحر في يوم الغد رح يكون خفيف إلى معتدل الموج نهارا بفعل استمرار الهوى خفيف إلى معتدل السرعة على المناطق الساحلية وداخل البحر وبشكل عام في نهار يوم الغد ارتفاع الموج رح يكون ما بين 1 إلى 4 أقدام أما بعد نهاية نهار يوم الغد قد تنشط الرياح الشمالية الغربية على المناطق الساحلية وداخل البحر وقد تصل ما بين 15 إلى 45 كم في الساعة ومعها راح يكون هناك ارتفاع في الأمواج قد يصل ما بين 2 إلى 6 تقدام ولازلنا في فترات الفساد التي تكون فيها تيارات الماء ضعيفة المواقف بدنا الله حسب توقيت المحلي لمدينة الكويت نلاحظ باتشر شروق الشمس وأيضا موعد أذان المغرب راح يكون ساعة 35 دقيقة لأن باتشر راح يكون هناك تساوي ما بين الليل والنهار ومن بعدها راح يبدأ طول الليل تدريجيا ومعها بإذن الله راح تبدأ تنخفض درجات الحرارة أيضا تدريجيا إذن الفير راح يكون ساعة 24 دقيقة أما بالنسبة لأتقص المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة في يوم الغد وأيضا في يوم الأثنين راح يستمر معانا الهوى شمالي غربي نشط من حين إلى آخر على بعض المناطق في يوم الغد 10 إلى 40 نهارا أما مساء ما بين 15 إلى 45 كم في الساعة وفي يوم الأثنين 12 إلى 42 كم في الساعة أجواء متوقع راح تستمر حارة ومتوقع تصل العظمى ما بين 42 في يوم الأثنين أما في يوم الغد راح تستمر حارة وتصل إلى 46 درجة مئوية أما الصغرى المتوقع ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية من بعد نهاية نهار يوم الأثنين راح تبدأ تتحول تدريجيا من الرياح إلى رياح جنوبية شرقية ومعها طبعا راح ترجع الأجواء رطبة ومتوقع راح تكون ملحوظة أكثر ابتداء من يوم الثلاثة وراح تستمر إلى يوم الخميس هو الكوس خفيف إلى معتدل السرعة بشكل عام من يوم الثلاثة إلى يوم الخميس لكن راح يتسبب ارتفاع نسب الرطوبة اللي قد تصل في يوم الثلاثة إلى 80 بلمية وقد تزيد في يوم الأربعة والخميس وقد تصل إلى أكثر من 95 بلمية لذلك اللي يعانون من أمراض الربو الحساسية حطوا بالكم خلال هذه الأجواء أجواء حارة 40 إلى 41 العظمى أما الصغرى المتوقعة قد تصل ما بين 22 إلى 24 درجة مئوية إزال المشاهدين إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية لكن بعد درجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم اشتركوا في القناة